إحصائيات صادمة تكشف عنها وزارة التخطيط العراقية ترصد معدلات الفقر المرتفع في البلاد رغم الموازنات الخيالية للحكومات في السنوات الماضية الإحصائية الجديدة تحدثت عن تراجع في نسبة الفقر إلا أنه لا يزال مرتفعا ويصل إلى نحو النصف في عدة محافظات ومدن حيث رصدت وزارة التخطيط تسجيل نسبة الفقر بالنسبة لمحافظة المثنى بنحو 52% بينما كانت نسبة الفقر في محافظة الديوانية 44% وبالنسبة لميسان فقد سجلت نسبة الفقر فيها بنحو 42% أما في محافظة ذيقار فكانت النسبة تقدر بنحو 41% وسجلت محافظة واسط نسبة فقر بنحو 26% أما البصرة العاصمة الاقتصادية في البلاد فكانت نسبة الفقر فيها نحو 15% وفي باب الأربعة عشر ونصف في المئة أما كربلاء فكانت نسبة الفقر فيها نحو 12% وحتى العاصمة بغداد سجلت نسبة فقر 12% غالبيتهم في حي مدينة الصدر وكانت مدينة النجف هي الأقل نسبة في جنوب العراق بنحو 10.8% وتعد هذه المحافظات هي الأعلى نسبة للفقر في العراق يتركز فيها أيضا ثقل التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر وهو قد يكون أبرز السبب يدفع الشباب إلى الاستمرار بالتظاهر رغم كل ما تعرضوا له طوال الفترة الماضية